السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو رايحين انكملوا شرح دروس الصفحة 51 لسنة اولى متوسط نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مع الشرح انتاعوا افيدكم وتستفادوا مع لكم غير تبا ومعايا نبدأوا في هذا الفيديو على بركة الله بسم الله اذا هنا رايحين نكملوا فيديو المهن والوظائف باللغة الانجليزية رايحين نشوفوا حاجة جديدة في هذا الدرس تابعوا معايا ان شاء الله تفهموا اذا حلوا معايا الكتاب صفحة 51 وتابعوا للاخير عدنا ا نرس النرس النرس لهي الممرضة هنا ا هي الف واللام الخاصة بالتعريف الممرضة نقولوا نرس هي ممرضة نحو الالف واللام اما النرس فهي الممرضة عدنا ان اركيتكت ان اركيتكت اركيتكت هو المهندس المعماري ان اركيتكت عدنا ان لهي الالف واللام عدنا ا تيتشر ا تيتشر ا تيتشر هي الاستاذة اوكي الاستاذة نقول لها ا تيتشر ولكن استاذ ايضا نقول له تيتشر نفس الشيء للأستاذ والاستاذة ا تيتشر ا فارمر ا فارمر ا فارمر هو المزارع عدنا ا ا اللي هي المزارع اهنا نشوفو كل واحد وين يخدم المكان اللي يخدم فيه عدنا النرس شوفو كنقولو النرس وحدها النرس اللي هي الممرضة ولكن كنديروها في جملة نديرو the ما نقولوش النرس نقولو the nurse works in a hospital the اللي هي الالف واللام نحو a لانو هنا نديرو a nurse كتكون وحدها ما راهيش في جملة كنوظفوها هذه الكلمة الممرضة في جملة نقولو the nurse works in a hospital اذا الممرضة تعمل في المستشفى عدنا an architect نحوه an هذه نحوها ونديرو the لانو راحي نستعملوه في جملة the architect works in an office the architect works يعمل in an office يعمل في المكتب هاو أمامنا مكتب عدنا a teacher نحو a نديرو the teacher لانو درناها في جملة the teacher works in a school الاستاذة او المعلمة تخدم في المدرسة the teacher works in a school هذو الاماكن اللي يخدموا فيهم كل مهنة اين تعمل عدنا الان المزارع farmer نوحدو نديرو a كتكون كلمة وحدها نحوه ونوصفه في جملة نقولو the farmer works on a farm the farmer works on a farm يعمل في المزرعة farm هي المزرعة هاكم تشوفوا درنا a لانو راهي المزرعة school المدرسة in office المكتب a hospital المستشفى اوكي اذا هذو مهن وهنا كل مهنة وين تخدم ولا مكان العمل انتحا دوكتب قالنا وقتاش نديرو a وقتاش نديرو an دوكو نقولكم وقتاش نديرو a وقتاش نديرو an وقتاش نديرو the the كتكون الجملة راهي ديجا عدنا معرفة الكلمة راي وحدها كتكون عفون عفون استمحوا لي كتكون الكلمة في وسط الجملة نديرو the عدنا هنا هذو التمرين اللي هو task for رايحين نشوفوه ونخدموه مع بعض ونشوفوه وقتاش نديرو a و an و the i complete رايحين نكملو the bubble هذي عطلها bubble اللي هي الفقاعة with the appropriate article articles عدنا the a و n اوكي the a و n هنا عدنا فراغات في هذا البابل اللي هي الفقاعة رايحين نعمرهم بوحدة من هذو الثلاثة كل مرة وش نديرو إذن هنا وقتاش نديرو a a وقتاش نديرو an an نديروها مع مجموعة من الحروف لهما vowels 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 هي الحروف المتحركة إذن vowels عدنا في اللغة الإنجليزية خمسة vowels خمسة vowels لهما a شوفوا هذو تحفظوهم a e i u و o أوكي هذو خمس حروف يقولوا لهم vowels vowels هذو الخمسة تحفظوهم كي تلقاوا الكلمة تبدأ بحرف من هذ الحروف الخمسة ديرو an an كي تلقاوا الكلمة تبدأ بأي حرف آخر من غير هذو الخمس حروف ديرو a a تندار مع باقي الحروف نحو منهم هذو الخمسة ناقص خمس حروف لهي حروف vowels vowels أوكي هذو الخمس حروف يهما a e i u and o تحفظوهم يتلقاوهم الكلمة تبدأ بهم ديرو n في الفارغ كي تلقاوا الكلمة تبدأ بباقي الحروف ليهما m n l p q r s t v w x z b c d oكي اي حرف من باقي الحروف المهمة شي هذو الخمس حروف نديرو i اوكي يبقى لنا ذو كحرف هذو هما اوكي تبقى لنا the the قلتكم نديروها كين كونوا رايحين نعرفوا بالحال نعرفوا بحاجة تكون في وسط الجمل ولا نبدأوا بها الجملة نديرو the اوكي اذا هذو هما n نديروها مع هذو الخمس حروف تكون الكلمة تبدأ بحرف من هذو الخمس حروف نديرو الخمسة نديرو i نشوفوا الآن my brother is فراغ electrician الكلمة باش تبدأ تبدأ بحرف i i روحوا نشوفوه ال i راهو هنا مع الفاولز كين نلقوا i نديرو n اذا my brother is an electrician he has got عدنا cat تبدأ ب c وعدنا and dog يبدأ ب d إذن c كين هنا ما كانش d كين هنا ما كانش كيما نلقاوهمش في هذو الخمس حروف معناتها روحوا نديرو i أوكي he has got a cat and a dog full stop ذو كا عدنا cat وعدنا بداية جملة بداية الجملة باش نبدأوها ما نبدأوهاش ب a ولا n أوكي نبدأوها ب the the cat the cat is black and dog is white and the dog هنا رايحين عرفنا زوج حاجات الكلمة في الوسط أوكي ما نقضوش نقولو and dog is white ولا and and dog is white and the dog the cat is black and the dog is white القطة القطة سوداء والكلب أبيض أوكي إذن الكلمة تكون في ال في الوسط هنا نديرو لها n أوكي كي يلقوا حرف من هذه الخمس حروف ديرو n تلقوا باقي الحروف ديرو a تكون كملنا الجملة راح نبدو جملة جديدة هذه الكلمة اللي راح نبدو بها الجملة لازم نعرفوها نديرو the أوكي هنا رانا نعرفوه بلون القط ولون الكلب ما قلناش and dog لو كان قلنا dog وحبسنا نقولو the cat is black and a dog ونحبسو ولكنها راح نعرفو بلون الكلب لو كان نلقينا هنا نقطة نديرو a ولكن هنا كملنا التعريف نتعل الحيوان اللي هو الكلب لونه أبيض نديرو the هذه هي القاعدة اللي تحفظوها وتفهموها أثناء ملء الفراغات إن شاء الله تكونوا فهمتوها نروحوا الآن للتمرين الأخير task 5 I listen and repeat رايح تسمع وتعاود عدنا زوج أشخاص فتاة ورجل كبير في السن رايحين نعرفوهم شكل هما this is my sister this is my sister هاتي أختي she is sixteen she is sixteen عمرها ستة عشر سنة this is my grandfather this is my grandfather هذا جدي he is eighty he is eighty عمره ثمانونة سنة إذن هكا نعرفو بالأشخاص كي نحبو نتحطو على أشخاص نعرفو بهم نقولوا شكون هما نقولوا this is هذه ولا هاته ولا هذا this is للذكر والمؤنث this is my sister هاتي هي أختي she is sixteen عمرها ستة عشر this is my grandfather he is eighty هذا جدي عمره ثمانونة سنة هذا فقط قريناهم وتسمعوهم قريتوهم أمعا يتعاودوهم باش تحفظوهم وتعرفو كيفاش تعرفو على شخص كي سقسيك واحد شكون هذا تقولوا this is my sister ولا this is my father يسقسيك على عمره قلهم he is eighty ولا she is eighty كل واحد كيفا عمره إذن بهذه الطريقة نعرفو على الأشخاص ونمدو الأعمار أنتحو نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو الخاص بالصفحة 51 إفيدكم وتستفادو نتلقاو في الفيديوهات القادمة إن شاء الله مع شرح لباقي الدروس أترككم في رعاية الله وحفظه وبقاو على خير